السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جربت بل كده اضيف البطاطس في الخلاط بجد وصفة جميلة جدا لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه اول حاجة معينا التلات بطاطسات بحجم وسط جبتهم اشرتهم وبعد كده غسلتها وبدأت اضطحها صغير كده زي ما انت شايفها تمام كده اهو هدي التانية وهعمل التالتة برضو نفس النظام وبعد كده بقى هجيب الخلاط وابدي احط فيه البطاطس لنا ايه ابتعطها وكمان هجيب تلات بضغط هلو هجي برضو حطهم ادي التانية ودي التالتة وبعد كده هضيف عليهم كمان تلات معالق زيت بالمعلقة الكبيرة وكمان هضيف الفلفل لسود نص معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ملح اي بهارات عايز حطيها حطها في المرحلة تلوقتي تمام كده وبعد كده بقى هضيف كمان كباية لمن وكباية مية اهم زي ما انت شايفة كده هضيفهم في الشفشة بتاع الخلاط طبعا وانا بضيفهم المقطع ده تحزف مني ضفتهم كده خلاص تعالي بقى نروح بقى نضرب كويس جدا الخليط دوت ونرجع ونشوفه كده مع بعض هضربوا بقى ضربة كويسة جدا كده لغاية الخليط بتاعنا ما يبقى ناعم تماما هما بياخدش وقت يعني هي ضربة اتنين هتلاقيه بقى ناعم جدا تمام كده بعد كده بقى نجيب الطبق وابدا حط فيه الخليط بتاعنا وهجيب جزرية قطعتها صغير كمان شوية بقى دونس او كسبرة او شبت اي خضرة موجودة عندك وكمان قرن فلفل برضو قطعته صغير بالشكل ده حلوة قوي كده تمام تعالي بقى نضيفهم على الخليط اللي احنا عملناه تمام كده هضيف التلات مكونات وهضربهم كويس جدا كده حلوة قوي كده بصي بقى بعد كده بقى هنضيف كباية ونص من الدقيق بكباية المكونات جيد بتاع الشاي الموجودة في كل بيت كباية ونص انا هضيفتها معاكم اول كباية هضيفها شوية بشوية كده عشان خاطر الخليط اي ينعم معايا تماما تمام هجيب بقى نص كباية كمان وايه واضفها وبعد بقى ما هضيف النص كباية كمان هروح جاية ضربوا بقى الكلام ده كله كويس جدا كده بالمضرب لغاية ما كل الدقيق ده يختفي معايا والخليط يبقى ناعم تماما كده زي ما انت شايفها كده والخليط بتاعنا طبعا سايب كده مما بتقلشي هو بقى عام زي خليط الكريب بالضبط يكايش بهو تماما اهو هو سايب كده هورهولك كمان اهو تمام كده تعالي بينا بقى نروح على الطاصة على البتو جاز ونشوف هنعمل ايه طبعا شغلت درجة الحرارة على نار متوسطة تماما وبعد كده جيبت الطاصة واحتجاه دهنها بالزيت وهبدأ بقى جيب كبشة من الخليط بتاعنا وروح جاي حطاها ويه هفردها بقى بالشكل ده كده تمام كده وطبعا زي ما قلتلك على نار متوسطة تماما متعلش النار عشان خاطر ما يتحروقش منك متعفش بقى ايه اللي انت تقليبيه وقدي السنية معاك فالنار متوسطة يستوي معاك كده وهتلاقي الوش بتاعه بصي نشوف ازاي اوعي تلمسيه او تقليبيه الا ما الوش بتاعه ينشف كده تماما اهو زي ما انت شايف هشفتو نشوف ازاي تلوقتي بقى هبدأ براحة خالص كده هروح جاي قلباب المعلاقة كده هو تمام زي الفل الوش التاني بقى احنا مش عايزينه ياخد ايه لون يدوبك لسعة بسيطة وهروح جاي امطلعاه على طبق كده هوريه كهود هروح جاي حطا بصي لسعة بسطة جدا يعني الوش الاولان هو بس اللي بياخد معنا لون الوش التاني بياخد لسعة بسطة جدا شايف شكله جميل جدا جدا هروح جاي بقى سيبقى كده في الطبق لغاية لما يبرد معي وبعد كده هحطه في طبق كبير عشان احط كل العيش كده فوق بعضه تمام تعالي با نجيب الطاصة تاني وندهنها برضو بالزيت وهروح جاي برضو حطة كبشة تانية تمام وبردو هسيبها كده على النار متوسطة لغاية الوش بتاعها ما ينشف تماما وطبعا عينك عليها اول لما الوش ينشف معاكي وبقاش في اي عاجينة كده على الوش هتروح جاي قلبها يتقلب معاكي بكل سهولة بس لو قلبتي ولسه الوش بتاعها ما نشفش هيتكسر منك ومش تعرفي قصلا تقلب ايه اهو بيتشال معنا بكل سهولة اهو بص بقى هو عامل زي الكرب بالزبط بس يعمل جدا من البطاطس كده ممكن يتاكل كده حاف من غير ما تحشيه اي حاجة خالص انا طبعا كنت باعمل واحد واحد احطه الاول في طبق الوحدي وبعد كده روح جاي لما يبرد احطه مع الكمية بتاعته زي ما انت شايفة كده حطهم فوق بعض عادي خالص بس اهم حاجة اول واحد دس بيبرد تماما فطبق كده لوحده عشان خاطر بيعرق كده وبيطلع سخون اياه ولما يبرد معاك ضيفيه بقى على بيت الايه الطبقات بتاعتك هو عامل زي عجلت الكرب بالزبط يفرقش عندناها اي حاجة خالص يارب الوصفة بتاعتي يكون عاجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وما تنسوش تحطيلي لايك وكومنت حلو على الفيديو ويجازاكم والله كل خير ويارب الوصف بتاعت النهاردة تكون عاجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته